مصالح فرقة الشرطة القضائية بالدار البيضاء في إطار المهام المخولة لها في مجال مكافحة الجرائم تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة تنشط في مجال التهريب الدولي لمواد التبغ مستغلة في نشاطها الإجرامي مستودعات لتخزين السلع المحضورة تم توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 50 سنة ضبط الكمية المعتبرة من البضائع السالفة الذكر أين تم حجزها ووضعها تحت تصرف مصالح الجمارك حجز ثلاث مركبات تم استعمالها كوسائل نقل للبضائع المهربة ضبط مبلغ مالي مقدر بحوالي 156 مليون سنتيم من عائدات التهريب كما تم حجز جميع الهواتف النقالة وعددها 10 هواتف كان يستعملها المشابه فيهم في الاتصال فيما بينهم